طيب بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة الحقيقة الحكومة اخدت قرار بتعويم الجنيه بداش اقول تعويم الدولار تعويم الجنيه النهاردة تم والدولار وصل في السوق في البنك اتنين وعشرين جنيه وخمسين ارش وتمانين ارش وده حيكون له اثار كترة جدا علينا بس خلوني نحاقب لمبدأ اقول ايه الاثار اللي علينا عايز اتكلم الاول شوية على وضعنا في مصر الحقيقة الامر ده مهم جدا لان المؤتمر الاقتصادي اللي اتعامل للأسف انا سمعت بعض المقتطفات من المؤتمر مش كل المؤتمر وانا حافجت جدا ان السيسي طالع يقول للناس ان خليج قال خلاص مصر دي مفقود منها الامل وان هو مش هيقدر يساعدنا وان الوضع صعب جدا بالنسبة لنا وان وضع مصر اصبح ما يقوس منه طبعا اما رئيس دولة او رئيس الدولة نفسه هو اللي يطلع يقول هذا الكلام للناس طبعا ده كلام بيعطي مؤشر لاي انسان بيتابع يقول لك طب ايه البلدية اللي انا هستثمر فيها للأسف الشديد ده كلام سيء جدا جدا ان يطلع هذا الكلام سامحوني بس انا بحاول عشان اقدر اتابع الاسئلة فاحنا النهاردة موضوع صعب الحقيقة صعب جدا ان احنا في مصر هنخش في هذا الموضوع اللي مؤثر فيها جدا ان الحكومة هي اللي بتغرق البلد دلوقتي وان السيسي نفسه طالع يقول للناس ان الخليج مش هيساعدني طبعا وانت معنى الكلام ده ان انا لو جاي حط فلوسها عندكم في البلد استثمرها وحبت اطلع فلوس مش عارف طلحها معنى كده ان انا مش هكون متطمن لكم في البلد دي ان انتوا مش عارفين تدروها انت دروها ده تالي تعويم تم اول تعويم تم 3 نوفمبر 2016 وتالي تعويم تم في 21 مارس الماضي واد النهاردة هو ده تالي تعويم واحنا عارفين كويس ان ده حيتام وقلت انا كان ده كتير بيتابعني من فترة طويلة يعرف ان انا قلت ان مصر للأسف مش هيستقر الوضع كده وده طبعا هيعمل لي مشاكل كبيرة جدا خليني الاول انا وضحت لكم نقطة مهمة جدا في الاول دي زي ما تقوله ازتونة بتاع الحلقة عشان الناس تبقى عارفة كويس اول ان مين راجل اعمال اللي هيجي في بلد وهو حاسس ان البلد دي تجاريا واقتصاديا مش بتتحرك كويس ده نقطة مهمة جدا لكم عشان تبقوا انتم عارفينها كويس قوي اه كاثر اما رئيس الدولة اللي يطلع يقولها هذا الكلام فطبعا دي أول نقطة مهمة نقطة التانية المهمة للآسف الشديد قضية التعاوم لن تكون الأخيرة ليه لن تكون الأخيرة إلا إذا وحط تحت كلامي ده عشر شروط عشر شروط أقصد خد ألم كده وحط تحت كلامي ده خطوط كده لأن في ناس كده سبحان الله ربنا رزقها بغباء واسع جدا وكانوا يتهموننا من زمان قوي إن إحنا بنتكلم بس والاقتصاد قوي وإحنا طلعين فوق والمؤسسات الدولية والستاندر أم بورز والمؤسسات كذا قالت في حقنا كذا وإحنا من أكبر دول وحط طلع قلد مصر خلال 2030 حتكون من أقوى الاقتصادات في العالم من أقوى عشر الاقتصادات في العالم حتى ستتفوق ألمانيا مخدرات بيبعوها للناس وللأسف التهويل وللأسف ألف به اقتصاد كلنا نحرفها ويطلع اقتصاديين من قلب مصر يعلمون أنهم ينافقون ويعلمون أنهم كاذبون ويعلمون أن الاقتصاد بيغرق والبلد بتغرق وأنا مشكلتي الآن مش في قضية أن الأغنياء أمورهم حتتضبر ما عندهمش أي مشكلة إنما الفقير البسيط اللي قاعد رزقه بيومه وأنا بيجيلي طلبات من ناس كتير جدا طلبين مساعدات يعني طلبين بيحكولي وفي بعض أولياء الأمور والله تلاتة والله ما قدر يصرف العلاج لا يالو وأخسم لكم بالله ناس بتحكيلي بتروح إلى المستشفيات العامة وما عايز أقول لك لو أنت روحت إلى مستشفى زيش بين الكون ولا مستشفى زفتة ولا مستشفى أسيور مراحيض عامة الناس بتعمل عمليات أقسم بالله ما فيه سرير للناس وبعدين السيسي طالع يتفاخر للناس وقولوا آه أنا أعملك وإيه ما عنديش لا عندك عندك إرادات ضربية لم تحدث في تاريخ مصر جمعت ضرائب لم تحدث في تاريخ مصر أنت أكبر دولة حققت إرادات ضربية حققتوا تريليون جنيه تريليون جنيه تريليون جنيه ما حصلتش في أي عهد من العهود قبل كده يعني في آخر عهد مبارا كانت الضرائب وصلت ممكن تلتمية وخمسين مليار وانت وصلتوا الضرائب الآن لتريليون المشكلة فين بقى المشكلة أن أنت دينت البلد دينتوها وغرقتوها في ديون كل يوم دين 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 فغرقت البلد فأنت دلوقتي إذا أنتو هتفضلوا ماشيين على ما أنتم عليه وعملتم مؤتمر الاقتصاد وعادت تابع التوصيات المؤتمر توصيات المؤتمر للأسف يعني كنت عايز حاجة هو أقول لك توسيع القطاع الخاص وتوسيع رقعة قطاع الخاص وتشجيع الزراعة والعمل على إصدار النشرة للقانون كذا والحد يا سيدي ما احنا من سنة التسعين وكل الكلام ده قلناه كان ده مش جديد علينا في مارس تلاتين سنة بنقول لكم اهتموا بالقطاعات الانتاج الأساسية في مصر لا أحد يسمع الكلام وبعدين الجيش قال أنا حسيطر قلت لهم والله وبوسى من عندي وخش يا جيش املك الاقتصاد بس اهتمي بالقطاعات الأساسية هو عبد الناصر كانت نظرية عبد الناصر أنه خاد القطاع العام وبدأ ينمي في القطاع العام أنتوا الآن جبتوا القطاع العام كله وتقطيع قلنا ماشي هنبيع القطاع العام عشان هنطلع قطاع خاص قطاع العام بدأنا نبيعه من التسعينات وقدينا أن نخسر ونفشل القطاع العام وقلنا ماشي القطاع العام فاشل يا أولاد ماشي هاتوا القطاع الخاص من سنة تسعين من حرفية من واحد وتسعين وقانون قطاع الأعمال العام يم مختار خطب ويم عطف عبيد وضاعي القطاع العام في مصر فين القطاع الخاص ما قامش القطاع الخاص شوف بقى عندك الحديد والصرب من اللي مسك الحديد والصرب الآن ومن اللي مسك الأسمنت للأسف الشديد الوضع بقى صعب هو ايه مصطفى ما للقطاع الخاص ومال اللي بتكلمنا على المستشفيات ما هو ده كله مرتبط بأزمة الدولار ايه اللي جاب ده للدولار طبعا ما هو احنا لو كان عندنا القطاع العام اللي بكل فشلوا اللي كان عندك باتا وكان عندك عمر فندي لو عندك الحاجات دي كان زمانك تقدر ما كنتش هستورد كل شيء انما احنا ما شاء الله اصبحنا بننافس العالم كله في الاستهلاك انت عندك احدث مولاد في العالم كله عندك احدث كل السلع اللي في امريكا الناس بتفطر سيريال في مصر اه بفطروا سيريال والبرجر والهامبورجر والكل انماط الاستهلاكية فانت لما عملتلي الانماط الاستهلاكية في مصر انت حرفيا حرفيا عملتلي مشكلة كبيرة تانية ان انا عشان اشتري الهامبورجر دا من برا محتاج دولار وعشان اشتري السيريال السيريال دا عبارة زي الجماعة الفلاحين اللي عندنا في البلد كنا زمان نجيب اللبن والصبح مع العيش ونكسره ونعمله والصبح نفطر وهو دا بالضبط السيريال هو دا حرفيا السيريال بس احنا بدل ما كنا بنعمله في الريف عندنا في الفلاحين باقينا نجيبه مستورد من امريكا فامريكا تخش اي محل في امريكا او فرنسا او اطاليا او اي دولة السيريال اللي ان الامريكان معذورين الناس مش فاضية ما عندوش وقت الصبر ست بتطلع تشتغل والزوج بيطلع يشتغل ما عندوش وقت يجيب لبن ويسخنه ويجيب ايش ويعمل ما عندوش هم الوقت دا دا حتى بيبيع لعلبة السيريال دي جاهزة الصبر هحط على اللبن والصبر وانا ماشي وانا اركب العربية اكلها النمى المصريين ليه عشان انا فتحت لك نمط السلك واحنا نعلم ذلك ان اي دولة هتكونش فاضية النمط هتغرق في قضية الديون وقضية الدولار فانتو ما شاء الله في مصر الحكومة فتحة ويقولك انا بعمل اي انا انا عملتلك ويقولك انا مش قادر لا انت قادر انت عندك ضرائب لم تحدث في تاريخ مصر عندوكو ايرادات حصلتوها من الناس لم تحدث في تاريخ مصر السيسي بيقولك انا شلت الدعم وهو دا حقيقة وانا قلتلكو قبل كده الدعم مشكلة وحقيقة كويس جدا ان انا شلت الدعم بس من ناحية تانية انا كفقير مساعدتينيش المتين تلتميت جنيه انت تدهوري ما عاش تكافل وكرامة والله تلاتة على كلام الناس اخسن بالله بقوله يا مصطفى الخمس تلف جنيه ما تقضي حتى البيت واحد قال لي اخسن بالله العشر تلف كمان ما تقضي لو عندك اولاد رحين دروس خصوصية انا طالع مفاعل جدا لان دي رسالة انذار انذار شديد للهجة لو انت يا حكومة ويا دولة فضلتماشين على ما انتم عليه وتغموا عنيكم وعزين تغموا عنكم وما تشوفوا اللي بيحصل في البلد ان طالما فيش انتاج في الزراعة والصناعة والانتاج اتحداكم بلاش اقول الكامدة لان الجماعة اللي بيدرسهم او اللي بتعلموا زي حناتي عيب عنهم يقول يا تحداكم اقولكم وسيحدث مرة اخرى تعوين تالي والنهاردة النهاردة في مصر هتلاقي المحلات الداقب الناس هتقف عليها طوبير الداقب في مصر النهاردة هيغلى لان الدولار ارتفع ومش كده بس ده تجار ده مش هتبيع ده ده الجماعة بتوع التلاجات الغسلات السلع المنزلية الأدوية كل ده مش هايبي عمو ابيعلك دلوقت وانا راح اشتري الصنف ده انا اشتريه ازاي انا بيعتلك تلاجة النهاردة مثلا قولي التلاجة ب 16000 جنيه بيعتلكم وراح اشتري تلاجة تانية من الراجل اللي تجري الجملة في تجري الجملة ويقول لك والله انا باستوردها بس انا باستوردها على 22 ولا 23 ولا 14 ومش عارف اشتري الدولار سيوصل لكام احنا كلنا ما نعرفش الدولار سيوصل لكام وبعدين من قرأت المؤتمر قال احنا هنعمل مرونة في سعر الصرف هعرفين يعني ايه مرونة في سعر الصرف يعني انا كل يوم الدولار ممكن يطلع ينزل يطلع ينزل طبعا ده في حد ذاته هيعمل مشاكل تانية بس الوقت دي الحقيقة وانا يعني انا بقى لفترة ما بطلعش انا بمر ببعض ظروف الصحية شوية منعاني وبعض ظروف اخرى الحقيقة انشغلات لي الحقيقة كثيرة لكن عموما انا احبب ان انا اوضح لكم الصورة فبالنسبة لنا انا قلت لكم الاسباب العامة للازمة انا كل مرة بتكلم لكن اخوة النهاردة قنوات تلفزيونية كثيرة جدا اتصلت بيا وانا اعتذرت الحقيقة عشان اقول لكم الكلام ده لان اسباب الازمة لازم تعرفها كويس ان في مشكلة في هيكل الاتصال في ماسك وحتفظ المشكلة تتفاقم ولن تكون الاخيرة والدولار سيعاود الارتفاع مرة اخرى ليه ببساطة جدا طالما ان انت لن تستطيع ان تحقق انتاج احنا عملنا اكبر عاصمة ادارية في العالم ممكن نكون احنا محتاجين بس مش محتاجين النهار عملنا اكبر استاذ عملنا اكبر مسجد واكبر كنيسة اه بس الراجل الفقير البسيط ده مش هينتفع به ده وقت انا كان ممكن العاصمة انت اكبر انت اكبر حكومة حدث لها فوائد دولارية لم تحدث في تاريخ مصر كلها السيس استلم الحق الماديونية الخارجية 43 مليار دولار الان الماديونية الخارجية 157 مليار دولار النهار ده تم الاتفاق مع قرض جديد مع صندوق النادي الدولي سيوصل تقريبا 8 مليار دولار سيديك 3 والباقي تأخذ من ناس تانية يعني انت بتتكلم هنوصل 165 172 مليار دولار فمن 43 مليار ل160 مليار دولار يعني بتتكلم في كام فرق يا سيدي الجماع معهم أنا حسب يحسب من 40 ل 160 قرابة 120 مليار دولار 120 مليار دولار هم هم ما هم لو أنا ضخط على المصانع المقفولة والشركات المقفولة وفتحت الأفق كان ثلاث كثير لكن قل لي بالله عليك بلد ألاف الناس بتدعى الحكومة الليل النهار ألاف الناس معتقلة في السجون أمهاتهم وأبهاتهم بتدعى لكم اللي انتم عم تقولوا آه ده ربنا في ظهري ربنا مش في ظهرك وعمر ربنا ما حيب أفضهرك لأن انتم قاعدين بتستعدوا ألاف الناس إن في ألاف الناس مترضة ألاف الناس ما بتنام في بيتها طب أنا صاحب شركة جهينا وحاطتنا في السجن توحيد ونور قفلتوه شركات كلها قفلتها الاقتصاد لو قواعده إحنا آلف بايب نعلمها للطلبة في الاقتصاد أول دروس عشر مبادئ من علم الاقتصاد أول حاجة إن أنا يكون فيه سوق حر إنما إزاي أنا بنفسك وإنت جاي تقبض علي فوقهم فوق وشوفوا أنتم رحين فين الوقت القضية أنا كل مرة كنت بحللكم التحليل الاقتصادي بس لكن لا هناك آلاف التحليلات من وراها أنا بيبقى الأمر معقد علي إن أنا قدر أشرحها والكلام اللي أنا بقوله لحضرتك ده وراه معادلات رياضية معقدة جدا بالنسبالنا وأسد زيتنا العلماء العظام اللي قاعدوا معك في المؤتمر أول الولاد فيقول الاقتصاد بيعرفها وبتستهينوا بالناس ومفقرين أنتم عارفين كل حاجة عن الناس أنتم حطرونها حتخشوا في جدار مباشرة الغاني صحيح هينبسط وحيهرب بفلوسه لكن دوقتي كل أحد هيخاف تخلي بالكم الاقتصاد إذا الفلاح اللي في قلب الغد بتاعه ماهتم تشبه فاللح ده هو أساس البلد في الاقتصاد لو ماهتموش بالراجل العامل اللي واقف في المصنع بتاعه اللي عايزه ينتج الراجل اللي عنده ورشة أحزية نفسه نجحه الراجل اللي عنده مصنع صغير للمنابس نفسه نجحه إيه كندا كندا كل ده مرتبط ببعضه أنتو بتضيعه الاقتصاد أوعد تفكر الاقتصاد هو العمارات والأبنية نعم نحن في الاقتصاد نضيف هذا في خانة الاستثمار أي عقار أي بيت أنت بتبنيه احنا اقتصادية بنعتبره استثمار صحيح لما بنجي في خانات التوصيف في الانتاج بنضيف ده استثمار لكن الغيط اللي هيطلع لفول اللي شعبي بتاعك كل يوم بيفطر فول وطعمية كل يوم والصوك ده مهم له جدا بدل ما أنا باستورد في الله أنا أنا صعبت عليها حالي وإحنا بنستورد الفول من كندا بس الآن مش وقت صعبانيات ووقتي كذا ووقت عواطب أنا بديك روشتة طبعا ألاف هيطلعوا يشتمهم كالعادة وإحنا عارفين كده وإنتوا ناس اللي بيقبض 20 جنيه واللي بيقبض 30 جنيه عشان يطلع يقول كلمتين اتنين والله أعلم بيرروح يمضي للصول بعدها هيقول يا فندم أنا كتبت كلمتين هم إنما الناس هتروحوا فين أنا بحذركوا تحذير شديد جدا لاقتصاد بدون إنتاج طبعا ما نحن ننتج أنا اديتك وصفة للفلاح اللي في غيطه للعامل اللي في ورشته للحلوان اللي في محله المصريين أنت تكلم في قوة بشرية أظمة 100 مليون نسمة 100 مليون نسمة دولة ينيروا الأرض بحالها 100 مليون نسمة لو رح لو جالك موسم وناس حابت تشتري أحزية 100 مليون حزاء شعب مصري محتاجوا 100 مليون بجامة 100 مليون بانطلون يا سيدي 50 مليون بانطلون يا سيدي وكل ده نفتحه للإستراد من خارج الصين لحد سنة ثمانية لكن تكن تملك من أمرها شيء إنما افتح 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 وبعدين الحل معروف أنا قلتلك الحل إذا نستطيع إننا نستنبط من كده إيه إن قزمة الدولار ستستمر متى يصل سعر الدولار لسعر العادل ده نحن الآن البنك المركزي وانا الحلقة اللي فاتت عملتها قلتلك الكلام ده اللي يرجع الحلقة على القناة قلتلك الكلام ده قلتلك إن البنك المركزي يعمل الاختبار للسوق الآن هو الآن عمل الاختبار وصل الدولار 22.5 ممكن مكرا 23 24 25 ممكن بعد بيوم ينزل 24 ثاني يوم 23 يعد شهرين وننزل 22 ما أنا مش عارف السوق هو مش عارف دلوقتي حيقدر يلب طلب الناس ولا لكن دلوقتي إن شاء الله خلينا نقول حتى أن نوصلنا للسعر العادل خلينا أنا أفترض أننا وصلنا له بردك بلد فيها قوة قبارة قوة استهلاكية إذا الاستهلاك هذا لم يلبى من الداخل وسيلبى من الخارج سنكون في وضع صعب الحقيقة